ازاي ايكم حبيبي? هنعمل مع بعض النهاردة. سيناك لزيز كده حلو في الدايت. لزيز ومليان بالطاقة. وكمان مفوش عسل ولا سكر عادي ولا سكر دايت. وجميل جدا. يلا نشوف الطريقة مع بعض. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة والايك والشير. عندي هنا معلقتين من زبدة الفول السوداني. واحنا اللي كنا عملناها قبل كده عندي في القناة. هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وكمان معلقتين جوز اللي معلقتين زبيب. معلقتين من الفول السوداني. واربع حبات من العين الجمل. وكمان اه اتنين من التين المجفف. هضربهم كلهم في الكبة. اه يبقوا اه مش ناعم قوي يعني. يبقى نص نعمية كده نص نص وبعد كده هضيفهم على زبدة الفول السوداني. زبدة الفول السوداني هنا تعتبر اه مادة اللي بتمسك مادة الربط اللي بتمسك اه كل الاجزاء في بعض. بدل ما نحط عسل وبدل ما نحط اه سكر وحاجات مين دي. العسل ساعات بنستخدمه مادة ربط. هنا استخدمنا زبدة الفول السوداني. وطبعا مليانة بالغزة والبروتين. وآه حاجات كتيرة جدا هكتبها لكم في الصفحة. بنبتدي نعملهم كور كده. متوسطة. طبعا ما نزودش بقى ومناكلش كتير. كفاية واحدة بس. وممكن كمان نعملهم بالشوكولاتة. بس انا حبيت انها تكون بسيطة. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير.